دكتور حسن أنت أشرت إلى نقطة مهمة وهي نقطة حاكمة وزاوية رئيسية في مشروع حقيقة كريمة هو الشراكة بين مؤسسات الدولة أو مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني والمواطن اللي بيعيش في هذه القرية النتائج اللي أدت إلى هذه الشراكة صحيح فيه نتائج معنوية من قبيل الإحساس بالفخر والانتماء وأنه جزء من هذه المشروعات بالإضافة أيضاً هناك نتائج اقتصادية ومردود اقتصادي عائد على المواطن المشارك خلينا نتفق الأول على قاعدة مهمة جداً مفيش حاجة بتجي بالصدفة اللي يقول لك الدولة المصرية بتتحرك تحركات كبيرة بدون محسوبة ده غلطان تماماً العالم كله بيسعى إلى عقد الشراكات الفعل الأمم المتحدة من ساعة منادت بوجود تنمية مستدامة وتنمية حقيقية على كافة الأبعاد الإقصادية والبيئية والاجتماعية كان الهدف الرئيسي من تحقيق تنمية المستدامة دي هي الشراكات الفعل لما نبص المبادر الرئيسية حياة كريمة ومجهودات الدولة في خلال الفترة الزمنية السابقة هنلاقي أنه فيه شراكة ما بين الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، الإعلام النهاردة الإعلام دوروا كبير جداً في دعم التوعية ودعم مجهودات الدولة الموديل ده أو النموذج الشراكات الفعالة هو اللي بيؤدي إلى إحداث أثر على الأرض سواء كان أثر تنموي اجتماعي أو أثر تنموي اقتصادي أو أثر متعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة اللي بيخلي العالم دلوقتي بيشيد بكل خطوات الحكومة المصرية النهاردة بنلاقي كل المؤسسات الدولية في حادثها دعم للاقتصاد المصري نوع أكوى اقتصاد مارين في أفريقيا والشرق الأوسط النهاردة بنشوف المبادرة الرئيسية حياة كريمة من ضمن المبادرات المستدامة في اليونيتد نيشن النهاردة بنشوف كل المنظمات الدولية بتشيد بالنموذج المصري في إحداث التنمية النهاردة سيادة الرئيس في كل خطباته في فترة السابقة بيؤكد على مشاركة القطاع الخاص النهاردة سيادة الرئيس خصص عام 2022 عام للمجتمع المدني الأمر ده انعكاسه علينا إحنا إيه كناس مهتمية بالتنمية والتنمية والمصرية المجتمعية ده انعكاسه أن الدولة المصرية ماشي بخطة سبتة دولة المصرية بتتيح الفرصة للجميع للمشاركة وعايزة تشرك الجميع معاها يا فندم ما بتقولش المؤسسات الدولة تاخد كل حاجة على عطقها وتمشي بيها لا الدولة المصرية عايزة كل جهة تبقى معاها المجتمع المدني الجماعات الأهلية لأنه أنا بعمل عام كامل للسنة الجاي ان شاء الله الجماعات الأهلية عام للجماعات الأهلية بكل المؤسسات العاملة من خلالها بيثبتوا قد إيه أن إحنا عندنا رؤية قوية جدا للعمل التنمية والأسر التنمية في مصر نعم طبعا أنا عايزة أسأل حرك يا فندم من وجهة نظر حضرتك وخبرتك في مجال التنمية المستدامة وإحنا عارفين أو هكذا يعني درسنا في الجامعة أنه الاستدامة لها تلت محاور أساسية ناحية الاقتصادية ناحية السوشال أو الاجتماعية وناحية البيئية طبعا لما نتكلم عن أنه فكرة مشروعات أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات اللي بتتنفذ بقى كل على حدا بس هي في النهاية فيه تناسق ما بينها لأننا ما بدخلش على قرية أشتغل بس على السكن لا ده هو سكن وصحة وتعليم وبنية تحتية وكل حاجة إزاي ده بيحقق لي الاستدامة؟ إزاي ده أنا ببني وبطور وأنا وأخذ على عاطقي أو أخذ على عاطقي مبدأ الاستدامة اللي هوم ما بقاش برضو فيه رفاهية دلوقتي دي حقيقة بصف عندما زمان لو نرجع بالتاريخ كنا نلاقي أن الاهتمام كان بالبعدة الاقتصادي بس ومكانش بيقت السمار ونلاقي فترة اهتمام بالبعدة الاقتماع بس ومكانش بيقت السمار وفيه إغفال تام للجانب البيئي صحيح فكان بيبقى فيه كارسة النهاردة بإطلاق مصر مصر من أولي الدول في مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا أطلقت استراتيجية 2030 في 2015 ونظر أن أطلقت الأمم للتحدة 17 الهدف الخاصين بالتنمية المستدامة الأهداف والأبعاد الأهداف البيئية الاقتصادية الاجتماعية أو المجتمعية التلاتة دول مع بعض بيحققوا لفظ الاستدامة يعني النهاردة ينفعش الدولة تحقق تنمية اقتصادية وتعمل مشروعات قومية وتيجي على حسن البيئة وتتجاهل الأنصرين وتغفل الأثار السلبية لنمو الاقتصادي ده على حياة المجتمع فباللغين الدولة بتعمل ده وبتطلق جانب ده برنامج تكافل وجرامة حماية اقتماعية برنامج حماية مجتمعية شاملة برنامج تأمين صحي شامل على التوازي على التوازي بنلاقي جانب ده مصر عندها استراتيجية لتقليل بأسات الحرارية عندها استراتيجية للنمو الأقدر عندها استراتيجية لمرعاوة الأبعاد البيئية بنسبة نهاردة في مصر عن الاستثمار المسؤول وعن التمويل المستدام بنسبة نهاردة عن ان الشركات بقت ملزمة انها تطبق معايير الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخلها الاقتصاد الأقدر نهاردة كان في المواصد المصرية 30% الدكتورية السعيد بتسعى ان تتحول تام للمشروعات القوم 달�ى بتم في مصر والمشروعات الإقطاع الخاص حتى التمويل اللي بيتم في مصر يكون تمويل أخدر وتمويل مستدام تبقى مصر هي وجهة جازبة للاستثمارات المسؤولة على مستوى العالم قم تتصور البعض دكتور حسن نحن منتحدث عن مشروعات البيئة والمشروعات الأخضر نحن منتحدث عن موضوعات هامشية أو موضوعات من قبيل الرفاهية بالنسبة للخبراء والمختصين لكن موضوع البيئة والحفاة على البيئة هو في صميم المواطن والمواطن مسؤول عنه بشكل مباشر وناتكته هتعود على المواطن بشكل مباشر وموضوعات البيئة هو موضوعات كبيرة ووسعة وممكن ناخد منها خلنا أرجع لموضوع حياة كريمة الملاحظ والمتابع والمشاهد لمشروعات حياة كريمة بيشوف فيه بنية تحتية وبنية أساسية لكن بالتوازي مع البنية الأساسية والتحتية فيه مشروعات بناء الإنسان فيه مكتبات فيه ملاكز شباب مفهوم حياة كريمة فيما يتعلق ببناء الإنسان وبناء المؤسسات الموجودة في القرية احنا في مصر دلوقتي الجمهورية الجديدة ومؤسسة حياة كريمة والمبادرة الأساسية حياة كريمة والشغل بيتم على الأرض محوى الرئيس فيه هو بناء الإنسان المصري نهاردة لما بنتكلم على حياة كريمة فلتبستهدف المواطن المصري نهاردة بتقول تحسين جودة حياة فهو تحسين جودة حياة المواطن المصري عشان المواطن المصري يبدأ يشعر بده لازم يكون عنده وعي وعنده معرفة نهاردة شفنا أن المبادرة الأساسية حياة كريمة بتتضمن افتتاح مكاتب زي ما حصل في إنا نهاردة من لا أن المبادرة الأساسية حياة كريمة بتتيح للوزرات المختلفة والمؤسسة المجتمع المدني المهتمية بالبعد المعرفي المشاركة الأمر ده بيعنعكس على إيه؟ بيعنعكس أن المواطن بيقدر يقرأ المشهد يقدر يشوف المجهودات الدولة التي تعملها يقدر أنه يكون عنصر مشارك زي ما تكلمنا في الأول أن الوعي هو حجر الزاوية لبداية الاهتمام وانس أن المواطن ابتدى يهتم ابتدى هنا نقول خلاص هو حس بإحساس المواطنة حس بالمسئولية فهيحصل المشاركة اللي احنا بنتكلم عليه حس بالمسئولية هيطلع لمرحلة تانية يا مرحلة المشاركة دخل مرحلة المشاركة وصلنا لمرحلة الانتجية وده المطلوب من المواطن المصري نبقى مواطن منتج يبقى عندنا النهاردة مواطن الدولة بتوفر له حياة كريمة يقدر أنه هو يستثمر في نفسه يكون على درجة من الوعي والعلم يقدر يشتغل يقدر ينتج يقدر يكون عنده فرصة ويخلق فرص لغيره العمل على نهاية صحيح